هذه أبرز العناوين الآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس مدرب أونجي بوفال يتقدم للحصول على مكان في المجموعة الرغبة والحالة الدينية التي يظهرها هي إشارة جيدة أشهد عبدالعزيز بوحزامة مدرب أونجي بالمجهودات التي يقوم بها لعبه الدولي المغربي سوفيان بوفال من أجل استعادة جهزيته والعودة للمشاركة رفقة المجموعة في المباريات وقال بوحزامة في المؤتمر الصحفي الخاص بمبارة باريسان جرمان سوفيان يتقدم للحصول على مكان في المجموعة هذا تطور جيد بالنسبة لي وتابع إن الرغبة التي يتحل بها والحالة الدينية التي يظهرها هي إشارة جيدة فهو منخرط للغاية يشار إلى أن بوفال عاد إلى قائمة أونجي في مواجهة باريسان جرمان علم أنه كان قد غاب عن المباراة السابقة لفريقه لعدم جهزيته بسبب الإصابة التي كان قد تعرض لها خلال مشاركة رفقة الأسود في المونديال نادي إنجليزي يضم رسميا إبنى ريجراجي لصفوفها لقد أصبح لدينا أسد أطلس خاص بنا هكذا علق بكل فخر نادي إبي جوندون اليونيتد الإنجليزية بعد تعاقده مع برايام ريجراجي النجل مدرب المنتخب الوطني واليد ريجراجي وعبر النادي الذي يلعب في الدور الإنجليزي هوات في بيان صدر عنه عن سعادته الكبيرة بانضمام اللاعب الجديد لصفوف الفريق وتبع البيان الجنح الهجوم متحمس لخوض تجربة جديدة معنا بعدما قدم معنا فترة قصيرة في الموسم الماضي على سبيل الاختبار اليوم انضم رسميا للفريق الأول وخضأ أولى تدريباته مع زملائه في الفريق إعلاميون إسبانية أنصير يتلقى عرضا مغرية من ويستهام ويرفض رحيل رغم موافقة إشبيليا كشف الصحفي الإسباني المعروف إيدو أغيري أن الدولي المغربي يصفنصير رفض الانتقال إلى ندي ويستهام الإنجليزية حيث يلعب مواطن هنا في أكرد أغيري أوضح في برنامج سبورت بلوس على شبكة تويتش للبات المباشر أن ويستهام عرض ضمنصير بصفة معارن إلى غاية نهاية الموسم مع إجبارية شراء عقده نظرة صفقة قيمتها 20 مليون يورو إضافة إلى متغيرات وتبع المصدر أن إدارة إشبيليا وفقت على العرض لكن اللاعب أبلغ وكل أعماله رفضه مغادرة النادي الأندلسي في الفترة الرهنة علما أن عقده ينتهي عام 2025 ونقل المتحدث أن النادي الإنجليزي عرض دفع راتب سنوية يضاعف ما يتقده اللاعب الحالي حوالي 1.2 مليون يورو لكن نانسير يسر على البقاء ويرى أن الوقت غير مناسب للرحيل عن إشبيليا كما يعتبر مهاجم الأسود أن ويستهام فريق أقل شأن من إشبيليا ويفضل البقاء للمنافسة على لقبال يوروباليك وكأس ملك إسبانيا يردف ذات المصدر يذكر أن إيدو أغيري يعد أحد الصحفيين البارزين في إسبانيا والشهر بتقديم أخبار حصرية عن النجم كريستيان رونالدو في برنامج الترينغيتو المعروف بإسبانيا حيث تجمعه علاقة صدقة وطيدة بالضن وبعض أصدقائه من بينهم وكل أعمال صاري المغربي أنس أزيفي الذي كان وراء انتقاله إلى إشبيليا سيس يكشف حقيقة قربه من الانتقال لمرسيليا نفى عميد المنتخب الوطني المغربي غانم سيس قائد المنتخب الوطني اقترابه من الانتقال لفريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي خلال المركات الشتوية الجارية وقال العب بشكتاش التوكي في تصريح لقناة بإنسبورت الفرنسية إنه طالما كان يحلم بحمل قميس مارسيليا لكن لا وجود لمفاوضات رسمية من أجل انتقاله للفريق أضح السيس تم تدول اسمي في مارسيليا هذا الفريق كان حلم طفولة صراحة ولكن لم تكن هناك أي محادثة بيني وبين مسؤولي النادي وأكد السيس أنه من المشجعين فريق الجنوب الفرنسية وأن اللعب لمرسيلي يعد حلم طفولتها الكعبي يحتل المرتبة الثالثة والعشرين في قائمة أفضل مهاجم العالم في سنتي 2021 و2022 برصيد سبعة وخمسين هدفانا وصل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء الكشف عن قوائم الأفضل الخاصة بسنة 2022 حيث أموطت يوم الثلاثة السطر على لائحة أحسن مهاجم العالم خلال العقد الجاري لسنتي 2021 و2022 وشهدت القائمة وجودا مغربيا ممثلا في أيوب الكعبية لعب المنتخب الوطني وهطيس بورا تركي بعد احتلاله المرتبة الثالثة والعشرين عالميا واحتل الكعبي المرتبة المذكورة بعد نجاحه في توقيع سبعة وخمسين هدفا 41 هدفا في سنة 2021 و16 هدفا في السنة الماضية متفوقا على مهاجمين على غير الارجنتيني الأفطار مارتينيز والأوروغوهياني داروين نويز ووصل البولاندي روبيرت ليفندوفسكي تصدره القائمة برصيد 111 هدفا متبوعا بكليان بابي 107 هدف والذي نجح في تقليص الفارق مع المتصدر مع توقعات بتزعمه اللائحة في قادم السنوات 120 مليون تقارب الويداد من إنهاء صفقة جديدة في المركات الشتوية وصل مساء الثلاثاء المهاجم الكاميروني دي دي لام كيلزي لاعب نادي كورتيك البلجيك لكرة القدم وصل لمدينة الدار البيضاء من أجل التوقيع لفريق الويداد رياضي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وكشفت مصادر مطلع أن فريق الويداد سيعمل على التعاقد مع المهاجم الكاميروني على سبيل الإعارة مع إمكانية تفعيل بوندي الشراء نهاية الموسم الجاري مقابل راتبين شهر يبلغ 20 مليون يورو وتابعتنا الفريق الأحمر سيستنسخ تجربته السابقة مع المهاجم السابق جايم بينزا الذي كان الفريق الويداد الرياضي قدمه الموسم الماضي على سبيل الإحارة أضحت ذات المصادر أن فريق الويداد سيعيد تجربة المهاجم بينزا بحكم أن الوكيل الذي كان ورأة تعاقد الويداد مع المهاجم السابق هو نفسه من جالب المهاجم الكاميروني للفريق الأحمر للتعاقد معه بالطريقة نفسها يشار إلى أن المهاجم الكاميروني ديدي لام كيلزيا لعب نادي كورتيك البلجيكي سابق اللعب في صفوف كله من روايا الأنتويرب ونادي كورتيك البلجيكيين وميدسا الفرنسية وخيمك الروسية ودونجاسكا سريد السوفاكي الرقراقي ديشون يستحق تجديد عقده مع فرنسا لكن زيدان كان متاحا أبدى والد رقراقي المدير الفني للمنتخب المغربي وجهة نظره بخصوص تجديد عقد مدرب منتخب فرنسا ديدي ديشون حتى عام 2026 وقال الرقراقي ديشون يستحق تجديد عقده بسبب النتائج التي حققها لا يوجد مدرب حقق ما حققه ديشون وتبع الرقراقي حديث عن ديشون الذي بدأ مشواره مع ديك عام 2012 ولكن أليست هذه فترة طويلة لديشون زيدين زيدان كان متاحا اشتركوا في القناة